بأيام الخير وجمعاتنا العائلية كل يوم راح أحضر معكم أطيب وصفة بيرجر مع صص المايونيز بالأعشاب من نبيل بطريقة ونكهة ولا أطيب بداية أكيد مشان أختصر الوقت والجهد من نبيل راح أستخدم بيرجر الجاج السوبر جامبو الحجم الكبير من نبيل بهالشكل شوفوا معي ما شاء الله الباكيجينج قد امرتب خلينا ناخد بسم الله ونفتحه مع بعضنا طبعا فيه ما شاء الله ستقطع بهالشكل شوفوا معي ما شاء الله الحجم وزن الكيس عندي 825 جرام بالضبط بيحتوي على ستقطع وبالصينية مبطنة ورق زبدة أكيد في حال حبيتوا أنكم تقلوهم بشكل عميق ما في مشكلة أو تستخدم الأيرفرير ما في أي مشكلة أكيد حسب أنتوا شو بتفضله وبعد هيك مقدار من السباي أويل على كل قطعة فقط طبعا راح أدخلهم لفرن درجة حرارة 180 رف أوسط محمى مسبقا أهم شي لمدة 25 دقيقة حتى يسوي معاي تماما خليني أفرجيكم كيف بعد ما طلعوا معاي من الفرن شوفوا معي ما شاء الله هاللون يلي غير شكل بدي أفرجيكم قدي من جوا مستوي طبعا تتبيلاتهم ولا أروع من هيك بالنسبة للصوص سهل جدا عندي مقدار واحد كوب من المايونيز بدي أنزل فيه بشكل كامل سمع بسم الله بالإضافة لتنين ملعقة كبيرة من الماسترد اثنين ملعقة كبيرة من خلال إخيار الكبيس مفروم ناعم اثنين ملعقة كبيرة من البقدون اسم مفروم ناعم ملعقة كبيرة من الأوريغانو والعشاب الإيطالية بإمكانكم تستخدموها برضو ما في أي مشكلة واحد ملعقة كبيرة من الخل الأبيض وهيك أنا عندي مكونات الصوص صار وجاهزين بدي أغلطهم مع بعضهم حتى تتوزع عندي النكات مع بعضها البعض طبعا ما بتتخيروا نكهتها الصوص قدي بتشاهي مع البيرجر وبهيك الصوص صار معاي جاهز لتحضير الساندويتش في عندي خوبز بيرجر محمص طبعا أنا حمصته بمقلة محمية مصبخة فقط أضفت القليل من الزبدة بعد هيك راح أضيف مقدار من الصوص ياللي حضرناه مع بعضنا بهالشكل أكيد الخس المرافق الدائم بعد هيك شرحات من البصل وأكيد جميع المكونات والخضار ياللي حضيفها هي اختياري بإمكانكم اضيفه وبإمكانكم تستغنوا عن أي شيء أنا راح أضيفه بعد هيك شرحها من البندورة أكيد وأكيد البيرجر من نبيل راح أضيفه بهالشكل تشيدر سلايسز برضو راح أضيفهم وأكيد كثير من الصوص كثير 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 خفزة البيرجر وبهيك أطيب بيرجر غرقان بالصوص ياللي ولا أطيب من هيك من نبيل طبعا شوفوا لي جمالية هالتباين الألوان من نبيل أكيد النكهات ولا أطيب إن شاء الله هالوصف تكون عجبتكم وبألف عافية عليكم اشتركوا في القناة